شهر جديد يمر على العراقيين ويستمر معه القلق من قدرة حكومة الكاظم على دفع الرواتب. رغم التحذيرات المتواصلة من تداعياته الكارثية، مرة أخرى تعول حكومة الكاظم على موافقة البرلمان الحالي على مشروع قانون يتيح لها الاقتراض داخلياً وخارجياً لتأمين مرتبات الموظفين والمتقاعدين للأشهر المقبلة، حيث تسعى الحكومة إلى اقتراض أربعة وثلاثين مليار دولار لتغطية العجز، مؤكدة عجزها عن تأمين الرواتب إلا بإقرار قانون الاقتراض، وهو ما عده البرلمان ابتزازاً واضحاً لإجباره على الموافقة. بيد أن رهن الحكومة دفع الرواتب للموظفين بتمرير قانون الاقتراض يعد إعلاناً صريحاً للإفلاس بحسب اللجنة المالية الريابية، التي أكدت أن الاستمرار الحكومي في سياسة الاقتراض والتقاعص عن اتخاذ خطوات عملية لتخفيف الأزمة، سيكون له تداعيات كارثية في المستقبل القريب، كما أشارت إلى أن القرض يزيد عن حاجة الحكومة الفعلية لتأمين رواتب الموظفين بأكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي. متابعون للشأن العراقي أكدوا أن عرز الحكومة عن دفع رواتب ما يقارب سبعة ملايين شخص، والتي تبلغ سنوياً 62 مليار دولار يبدو منطقياً، في ظل فشل وفساد مترسخ في عقلية الطبقة الحاكمة، واعتماد الدولة بالأساس على إرادات النفط المتهاوية، والتي بلغت منذ بداية العام وحتى شهر أيلول الماضي نحو 30 مليار دولار. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن العراق لا زال يمتلك موارد مالية كافية لسد المصرفات، حيث تصل إراداته من بيع الوقود في الداخل إلى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى إرادات الجمارك والمنافذ الحدودية التي تتجاوز العشرة مليارات دولار سنوياً، ولكن وجهتها جيوب الفاسدين والميليشيات الموالية لإيران بدلاً من خزينة الدولة. مشهد اقتصادي متأزم وأزمة أعمق انزلق إليها العراق بعد تولي مصطفى الكاظمي، تقول صحيفة فينانشل تايمز البريطانية، التي أكدت أن الكاظمي لم يجري أي تغيير حقيقي في البلاد منذ أكثر من سبعة أشهر، وهو ما ظهر جلياً في تظاهرات عارمة تطالب بصرف الرواتب المتأخرة في عدة محافظات، وأخرى مليونية تطالب باقتلاع المنظومة السياسية والتغيير الشامل.